أرى الإحصائيات والتحق من السي محمد وزكسان نكمل النقاش تفضل سمعنا هي كتكمل الأخ عثمان الأخ عثمان عنده الأمور فيما يخص مرابط المجهود اللي قام به وهذا علش في البداية بغيت نشيرها لأحد النقطة اللي ما بغيت أنني نخليها الدوز وهي التوقيت توقيت دي الشوت الأول في الآخر دقائق دياله وكان كي يكون عندنا العياء وكذلك الهدف اللي تماركا دي التعادل جانا في الآخر دي الشوت تاني يعني الوقت اللي كان عندنا العياء فالمجهود دي اللاعبين كان عطاء كبير ولكن المرحلة دي اللاعياء ديالنا اللي قاله وليد ريقراجي قبل في الندوة الصحفية خاصت تدبير الوقت الضعف ديالنا ما كانت تدبير بطريقة اللي هيجية واش بكنوش الخطوط متقاربة مثلا وهذا ربما استنزف لللاعبين كانت الأمور كاملة مضبوطة والأمور كاملة كانت متقاربة ولكن المشكلة دي المنتخاب المغربي وهو أنه المنظومة اللي لعبنا بها ومع المنتخب اللي عنده نقطات القوة دياله هي هذي كنا لا بد لأنه نكون موجدي لها ربما العياء فقد التركيز ديال اللاعبين وكان سبب مباشر هنا نهضر على الأرقام ديال اللاعبين ديال منتخب ديال الكونغو الديمقراطية سبعات الكورات في أنصف المساحات ونشاهدوا بأنهم كلهم فيندربوا في الدار ما بين المين تقلي فيها سايس والشيبي خاصنا ولا بد نردوا البال لأنه نيف أقرد وحاكمي في هذه الجهة يكوفروا على بعضياتهم عندهم السرعة حتى لو كان شي خطأ مركب واحد يصلح الواحد الجهة المعاكسة وهذه النقطة اللي خصنا ولا بد الاشتغال عليها باش نديروه كان مزيان سايس لاعب اللي تقيل الشيبي ما مساجم معه وما يلعبش بزاف المباراة اللي أولا كانوا بزاف كيتناقشوا لها ضرابيناتهم للاحتيها كانوا بزاف هذه المشكلة دياله صابر خدم عليها هالأرقام كلهم تلعبوا في الدار في الشيبي المعدل ذيال الخطورة دياله كل المحاولة من اللاعبين اللي خرجات النعائجها Wirko ومن اللاعب المستقب الايليا ثلاثة دياله بالقواري وكذلك الضائرة أيمن ديالهم كانوا له جوج نقواري والمعدل ذيال الخطورة هم هدو كاملا في الدار اللاعب الشيبي خاصة في الوقت البادر الضائع والدليل على ذلك هوواיי أصلا دخل حتى الوقت الاخير 1914 من المباراة واحد اللاعبLaisha يليا هذا اللاعب الوقت الفعاليه هي من اللاعبين صافي عيه هنا الوقت الفقد الاستحواذ منتخب الكونغو الديمقراطية وهنا معهم الاستحواذ الوقوف من 1 دقيقة 1 إلى 57 لاعب بونغوندا كان يطلب الكورة ويبقى واقف في الحالة ضايع الكورة لهم كان يبقى واقف في الضار الشيبي في أي لحظة يطلب له الكورة في الضار ومع الاستحواذ هدرنا عليها في الحلقة السابقة لأنه يدخل الوسط الملعب لتفرغ هذه المنطقة ويطلب الكورة في الضاره رقم 10 كوكوطا وكذلك اللاعب با كامبو طريقة نفسها تعمل عليها وصابر والتكرار اليوم وقدر انه يأخذ نقطة